الصين سجلت ارتفاعاً في حجم وارداتها للمواد الأساسية في شهر آذار مارس نتيجة تفاؤل المستثمرين بانتعاش الاقتصاد، ما أدى إلى زيادة حجم الإنتاج. واردات النحاس سجلت ارتفاعاً شهرياً بمعدل 7%، أما واردات صلب الحديد فسجلت ارتفاعاً بمعدل 14%. المحللون يتوقعون استمرار الارتفاع في الربع المالي الثاني مع استئناف البناء والصناعات. ترجمة نانسي قنقر